اهلا وسهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع وجولة اخبارية جديدة من خارج الحدود نتابع مع حضرتكم تفاصيل الحرب الاسرائيلية حيث دخلت اسرائيل مرحلة اصعط في حربها على قطاع غزة وتحويل حملتها العسكرية لجنوب القطاع ووفقا لصحيفة واشنطن بوست لم تنجح القوات الاسرائيلية الا في تدمير جزء صغير من قدرات فصائل المقاومة ولم يأسروا او يقتلوا العديد من كبار قادتها كما يقول ضباط ومحللون اسرائيليون كبار واشار القادة الاسرائيليون الى التحول نحو الجنوب في الايام الاخيرة بالدعم ان العديد من مقاتل المقاومة الفلسطينية فروا الى هناك مع دخول القوات الاسرائيلية كما اشارت واشنطن بوست الى ان خطط اسرائيل لمهاجمة فصائل المقاومة في الجنوب من المرجح ان تشبه تقدمها في الشمال لكن الامر سيكون معقدا بسبب العديد الكبير من المدنيين الموجودين في المنطقة من جانبه اجرى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الاسرائيلي اكد خلاله ضرورة فتح افق سياسي مشيرا الى ان حل الدولتين وان تعيشان جنبا الى جنب في امن وسلام هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وافاد بيان للرئاسة الفرنسية بان ماكرون بحث مع نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي ودع الرهائن المحتجزين في غزة ومن بينهم ثمانية فرنسيين وناقش الخطوات الجارية وجهود الشركاء المعنيين من اجل اطلاق صراح جميع الرهائن واشار ماكرون الى ان هذه المسألة اولوية قصوى بالنسبة لفرنسا من ناحية اخرى شاركت ايوني بيلارا وزيرة الشؤون الاجتماعية في اسبانيا بالمسيرة الاحتجاجية ضد الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت من الاستفارة الاسرائيلية في مدريد وانتهت عند الاستفارة الامريكية وقالت بيلارا للصحفيين ان الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة هي ابادة جماعية مخططة ويتعين على الحكومة الاسبانية والاتحاد الاوروبي اتخاذ احتياطات عاجلة حتى تتوقف اسرائيل عن قمع الشعب الفلسطيني ودعت بيلارا الى ممارسة المزيد من الضغوط على اسرائيل لاعلان وقف اطلاق النار في غزة حسب ما قالت صحيفة الموندو الاسبانية وذكرت بيلارا ان الاجراء الاول الذي يجب ان تتخذه حكومة اسبانيا الجديدة هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل والانضمام الى تحلف الدول بقيادة جنوب افريقيا الذي يحاول تقديم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيمين ناتنياهو امام المحكمة الجنائية الدولية وكان رئيس الوزراء الاسباني بدرو سانجيز قد وعد سابقا ان تعمل حكومته الجديدة في اوروبا واسبانيا من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطالبا اسرائيل بالوقف القتل الاعمى للفلسطينيين في غزة وننهي جولتنا الاخبارية بتصريحات مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل والذي قال فيها بان العالم لم يفعل شيئا من اجل تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي خلال السنوات العشرين الماضية حتى وقعت الكارثة وقال بوريل في حديثه للصحيفة الباييس ان كل ما اعرفه هو ان المجتمع الدولي يتحمل مسئولية اخلاقية والسياسية عن حقيقة اننا قلنا لمدة عشرين عاما نريد حل الدولتين ولم نفعل شيئا لجعل ذلك حقيقة وشيرا الى ان احدا غير قادر على ان نحل الازمة بمفردة لا الاوروبيين ولا العرب ولا الولايات المتحدة والى هنا تنتهي جولتنا الاخبارية من خارج الحدود كنت معكم انا هناء ابو العز